السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل احبابي واصدقائي وامتابعيني. تعالوا مع بعضها جماعة نشوف المشهد اللي بننتظره كل سنة وهو ضيد الكبرى. طبعا عندنا هنا الكبرى وضعت بضها. هي من مبارح طبعا عمالة لف في الحوض. والنهاردة لقيتها وضعت البيض بتاعها. وهنا زي ما حضراتكم شايفين هنا كمية البيض. احنا مش عارفين كم بيضة ولكن اعتقد انه هما فوق الخمسة وعشرين. احنا النهاردة تاريخ خمسة ستة الفين اربعة وعشرين. الكبرى قدام حضراتكم ده يا جماعة اللي هي الكبرى الكبيرة اه اللي كان بعتها لصديق مصطفى من الفيوم. هنا زي ما حضراتكم شايفين هنا كمية البيض. وطبعا هي اه تقريبا كده ان هي باضت بالليل. احنا لسه دلوقتي الساعة تقريبا اه حداشر صباحا. وكانت بالليل لحد الساعة واحدة هي كانت عملت لفة في الحوض. ما كانتش لسه وضعت البيض بتاعها. فهي غالبا اه البيض كده تقريبا ما كملش يعني اه اكتر من اه عشر ساعات. فبالتالي هنبدأ ان احنا ننقل البيض ونحط البيض في البرلايت. هنا زي ما حضراتكم شايفين معنا هنا. السندوق بتاعنا جهزناه. وحطينا البرلايت. فهنبدأ ان احنا ننقل البيض واحدة واحدة. ولكن طبعا لازم يكون بحضر لان الكبرى برضو. لازالت اه خايفة ومتوترة اي نعم هي مرهقة. ولكن برضو لازالت هي كبرى ولازالت سامة. فعشان كده لازم التعامل معها يكون بحضر شديد جدا. فانا هجيب اي حاجة اه اي قطعة قماش او حاجة ان انا احطها على عين الكبرى. عشان تبقى هادية ونقدر ان احنا ننقل البيض لان احنا لو حاولنا نشيل الكبرى في الوقت ده. البيض كله ممكن يتقلب. ودي هتبقى مشكلة كبيرة لان بيض التعابين لو اتقلب بنسبة كبيرة جدا بيفسد وما بينفعش. فهنجيب حاجة نحطها على راس الكبرى ونبدأ ان احنا ننقل البيض مع بعض. هنا كده وضعنا وماشى على راس الكبرى عشان نبدأ ان احنا ننقل البيض واحدة واحدة. نبدأ من البيض اللي فاكك. طبعا البيض زي ما هو كده جماعة بيتم نقله. وبنحطه في البرلايت على نفس الوضع اللي تم نزوله عليه. ممنوع جماعة اي حد يقلد اي حاجة من اللي احنا بنعملها دي نهائيا. ممنوع جماعة اي حاجة من اللي احنا بنعملها. اشتركوا في القناة 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 فاتح حضراتكم وأتمنى دعواتكم معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته